بيبدأ الفيلم مع كارني بلانسكي وهي قعدة قدام القبر بتاعها وبتفضل تعيط وبتقول إنها مش هتأذي ولاد الجران تاني ومش هتنشر عليهم غسيل مبلول وهتبقى بني قدمة كويسة وبنشوف بعد كده أشباح الكريسمس التلاتة وهم بيشربوا قهوة بعد ما خلصوا شغلهم وهم شبح المستقبل وشبح الحاضر وشبح الماضي اللي هي بتبقى بنت وبيقولوا إن كارني هتصحى خلال دقيقتين وفعلاً كارني بتصحى من النوم وبتشوف أولاد الجران وهما بيلعبوا كرة في الشارع ولما بتطلع تتفرج عليهم بيعرضوا عليها إنها تيجي تلعب معاهم وهي بتستغرب وبتقولهم إنها بلغت عنهم البوليس أكتر من مرة وكانت كمان بتبلغ اتحاد الملاك وبرغم كل ده موافقين إنها تلعب معاهم بمناسبة الكريسمس وبتحس بالتغيير شوية وبتروح تلعب معاهم وهنا بيظهر أشباح الكريسمس كلهم وبيحتفلوا بيها وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيقولوا لها إنها تغيرت وبقت فرد كويس في المجتمع وبعدها بنرجع لأرض الأشباح تاني وبنشوف شبح الحاضر وهو واقف وفخور في الساحة وبيتفرج على كل الناس اللي ساهم في تغييرهم وبتيجي موظفة اسمها مارجو وبتقوله إنه كان المفروض يتقاعد ويطلع معاش من 46 سنة تقريباً وما فيش أي شبح قاعد المدة دي كلها في الخدمة ولو فكر يعتزل ممكن يعرفها هي لأنها تبقى من قسم الـ HR وكده وبعدها بيدخل المدير جيكوب وبيقوله إنه جاي بشخص جديد علشان يشتغلوا عليه وهو شخص شغال مدير فندق اسمه كوبرفيلد والراجل ده ما بيحبش يساعد حد وبيتعامل وحش مع كل الموظفين ومتكبر وحاجة كده تستحق التغيير بجد وبيقول لشبح الحاضر أنا عارف إن انت بتحب النوع ده وبتتحدى نفسك إنه هو يتغير وفعلاً بيروحوا الفندق وبيشوفوا الشخص المستهدف وبيشوفوه وبيتكلم مع الموظف بتاعه وبيهزقه وجيكوب بيقول لشبح الحاضر أو زي ما انت شايف شخص متنمر ومعندوش أخلاق وأكيد محتاجين نغيره لكن في الوقت ده بيظهر شخص اسمه كلانت وبيكون بيتكلم في التليفون وبيقول إنهم عايزين يعملوا إشاعة وينزلوها على تويتر وبيحس شبح الحاضر إنه مشدود ليه وبيمشي وراه وساعتها بيشوفه هو طالع في مؤتمر وبيعرف الناس إن شجر الكريسمس الصناعي ده خطر جدا وإن لازم كل الناس تجيب شجر طبيعي في البيوت بس الحقيقة إنه بيبيع الشجر الحقيقي علشان كده هو أصد ينشر الكلام ده وشبح الحاضر بيسأل الموظفة عن معلومات تخص كلانت وبيعرف إنه عنده شركة ترويج إشعاة ونشر معلومات خاطئة لصالح العملاء بتوعه وإنه كان عنده أخت أكبر منه وماتت وسابت بنته وحيدة ودلوقت كلانت هو المسؤول عنها وليه كمان أخ أصغر منه اسمه آين وساعتها بيقرر شبح الحاضر إن كلانت يبقى هو الشخص اللي هيغيره السنة دي وبعدها بيروح شبح الحاضر علشان يجتمع مع لجنة التغيير وبيقولهم إنه عايز كلانت لكن جيكوب بيرفض بسبب إن كلانت كل تقاريره وحشة ومكتوب فيها إنه شخص لا يؤمن بالتغيير وبيقوله إحنا كده هنضيع وقتنا معاه لكن شبح الحاضر بيكون مصمم إنهم يغيروا كلانت ومؤمن إن أي بني آدم جواه حاجة كويسة وممكن يتغير بسهولة ولما بيصمم جيكوب على رأيه بيهددوا شبح الحاضر إنه هيستقيل لما وافقش على كلانت وبيعرفوا إنه اختار كلانت بالذات علشان عنده شركة وشخص مؤثر في المجتمع ولو اتغير من جواه هيساعد في تغيير ناس كتير جدا وساعتها جيكوب بيحس إنه مضطر يوافق الأشباح في التجهيزات وبيجمعوا معلومات عن كلانت وشركته وكل حاجة تخصه على مدار سنة كاملة لحد ما بنوصل لشهر ديسمبر وبيروح شبح الحاضر علشان يشوف كلانت في شركته وبيشوف كلانت مع المساعدة بتاعته كيمبرلي وهي بتعرفوا إن بنت أخته رين موجودة هنا وطالبة تقعد معايا علشان محتاجة منه مساعدة وكلانت بيقولها إنه مش فاضي لكن كيمبرلي بتقوله إن دي تبقى بنت أختك المرحومة اللي ماتت تحبها مشيها فبيقولها كلانت جتي على الجرح بكلمة المرحومة دي خلاص أنا هكلمها وبيروح كلانت يتكلم مع رين وأخوه أوين وبتقوله رين إنها عايزة تترشح للانتخابات بتاعت المدرسة وكلانت بيتريع عليها وبيقولها إنها أكيد مش هتنجح كده كده يعني ورين بتتأسف ليه وبتحس إنها محرجة وبتمشي بعدها بيفضل أوين يقول لكلانت بقى هي دي وصيت أختك اللي قالت لك تاخد بلك من بنتها قبل ما تموت فبيحسك لإنت بالزنب شوية وبينازي على رين وبيعرف منها إن اللي مترشح قدامها طالب ممتاز ودرجاته كلها كويسة واسمه جوش وبيقول لها إنه هيخلي كيمبرلي تعمل بحث عنه علشان تدور على أي فضيحة ودي بنت لعبة الانتخابات اللي دايرة في الدنيا كلها أصلا وكيمبرلي بتقوله إنت عايزني أدور على فضيحة الطفل عنده 11 سنة فبيقول لها قاعد يعني من إمتى بندخل العواطف في الشغل يعني وفعلا بتروح كيمبرلي تعمل بحث وبتلاقي فيديو على تيك توك لجوش لكنه ممسوح وبيكون بيتكلم فيه إن أهله بيجبروه يأكل مع الشحتين يوم الكريسمس ودي حاجة بتضيقه وشبح الحاضر بيكون واقف بيتفرج عليها وبيقول إنها أكيد مش هتعرف حد بالفيديو دا لأنها مش هطفضح طفل يعني لكنه بيخسر الرهان وكيمبرلي بتنادي على كلانت ورين علشان يتفرجوا على الفيديو وكلانت بيقول لها تنشره ومبروك عليها الانتخابات بعدها بينزل كلانت ورين علشان يروحوا مشوار وبتكون كيمبرلي وقفة بتتفرج عليهم والغريبة إنها بتشوف شبح الحاضر وبتسلم عليه وبتسأله هو مين وبيعمل إيه هنا وهو بيستغرب وبيقول لها انت شايفاني؟ فبتقول له آه انت مين بقى؟ فبيقول لها أنا شبح الحاضر فبتقول له الشبح يا عم هو دا وقت هزار انت مين؟ فبيقول لها أنا اسمي روبيرتو وجاي هنا علشان عندي شغل مع السيد كلانت وبما إنه مشي دلوقتي فمضطر أمشي أنا كمان بعدها بينشوف كلانت لما بيرجع البيت وبيتفاجئ إن العفش بيتحرك من حواليه والنور بيقطع مرة واحدة وبيشوف جاكوب ولكن بشكل مخيف وبيقول له أنا شبح الكريسماس وبيبدأ يعرفه إنه هيعرض عليه حياته وهيجيله ثلاث أشباح في الليلة دي من الماضي والحاضر والمستقبل وقبل ما يكمل كلامه وبيقطعوا كلانت وبيقول له معلش بس أنت قلت ماضي وحاضر ومستقبل دي الرواية بتاعت تشارلز ديكنز صح فبيقول له جاكوب ممكن تسيبني أكمل لأن المفروض جاي أخوفك هنا فبيقول له كلانت طب اتفضل ما فيش مشكلة وبيبدأ جاكوب يغني أغنية مرعبة وكلانت بيعد يتفرج وهو حاطط رجل على رجل عادي جدا وبيقطعوا للمرة التانية وبيقول له معلش بس أنا عندي سؤال هو من ضمن كل الناس اللي على الكوكب المجرمين والعنصريين والناس اللي بتعمل حفلة تحديد نوع المولود إش معانا اخترتيني أنا يعني وساعتها جاكوب بيقول له أنت أسئلتك كتير وأنا زهقت منك استنى الأشباح التلاتة وخلينا نخلص من المهمة دي وبينزل جاكوب أرض الأشباح وبيقول لهم أنا قلت لكم أن الراجل ده موزعج وأنا ما بحبوش وبيقول لشبح الماضي تطلع ليه لأن هي أول واحدة بتظهر وفعلا شبح الماضي بتروح له وبتعرفه بنفسها لكن كلينت بيقول لها غريبة يعني شبح إزاي ده أنت شكلك حلو وبيبدأ يعكس فيها وبعد شوية بتنزل شبح الماضي على أرض الأشباح مرة تانية وبتقول لهم أنها فشلت معي لأنها لما رجعته للماضي بتاعه زي ما بتعمل مع أي حد اتفجأت أنه بيعكسها وهو بصراحة وسيم وهي ضعفت قدامه فسبته ومشيت وشبح الحاضر بيكون متضايق وبيقول لها أن كده المهمة هتفشل وكان لازم تركزي أكتر من كده وهي بتقوله أنها ما بتدخلش الشغل في العاطفة لكنها ضعفت قدامه لأنه وسيم وساعتها بيتعصب شبح الحاضر وبيقرر أنه هو اللي يطلع له وفعلا بيطلع شبح الحاضر وبيقول كلينت أنه أكيد ده حلم وانا هفوق منه دلوقتي لكن الشبح بيعرفه أن ده مش حلم ولا حاجة وأن كل ده واقع عليه وبيقوله أن كان المفروض في واحدة توري لك الماضي بتاعك لكنها فشلت في المهمة علشان كده أنا اللي هاخدك تشوف الماضي بتاعك كل ليلة كريسمس مميزة عدت عليك وبياخده للوقت اللي كان فيه كلينت صغير وأخته كاري عايشة وكانوا كلهم في نفس البيت وساعتها مامته قالت له أنها اشتريت له كلب زي ما كان نفسه ولما دخل يدور على الكلب ده ملقهوش وبيقول أنه تعلم في الليلة دي أنه يعتمد على نفسه بس وما يستناش حاجة من حد ويمكن ده اللي خلاه شخص أناني النهاردة وبعدها بيروحوا على ليلة كريسمس ثانية لكن كلينت كان كبر شوية وقتها وساعتها كان لسه في بداية حياته العملية وكان شغال في شركة وتعرف على بنت اسمها نورة وفي يوم كان خارج مع نورة في مول وعرف أنه أخته كاري حامل بس كلينت ما فرحش زي ما أخوه قوي انفرح أنه هيبقى خال وفضل كلينت يقول لها أنها مش مؤهلة تبقى أم في الوقت الحالي وأنها ما ينفعش تجيب بابي ونورة شافت كل ده وقالت له أنه هو شخص أناني وما بيفكرش في حد غير نفسه بس وثابته ومشيت وبعدها بيروحوا اليوم تاني لما كبر كلينت شوية وكان شغال في شركة وساعتها كان بيتخانق مع المدير بتاعه بسبب أنه فابرك فضيحة الوحدة والفضيحة دي تعمل عليها ضجة كبيرة في الأعلام والموضوع انتشر جدا وكلينت كان شايف نفسه مش غلطان وقرر أنه يقدم استقالته ويفتح شركة خاصة بيه وساعتها عرض على كاميرلي أنها تشتغل عنده بأضعاف المرتب اللي كانت بتاخده هنا وهي ما كانتش موافقة في الأول لكن المدير شاور لها أنها تروح معاه لأن ده في مصلحتها وبعدها بيروحوا مع بعض على أصعب ليلة كريسمس عدت على كلينت وبيشوف أخته كاري وهي في المستشفى وكانت خلاص فضلها ساعات وتموت وكلينت بيكون مش عايز يشوف المنظر ده تاني وبيرفض لكن شبح الحاضر بيقوله أنه لازم يواجه مخاوفه ويتغلب عليها وساعتها بيجري كلينت وبيسيب له المكان كله وبيفتح باب وبيكون الباب ده بيودي على الحاضر وبيشوف نفسه وبيتكلم مع قاين أخوه وقاين بيبقى مش عاجبه أن كلينت قال لرين تفضح جوش زمالها حتى لو كانت هتكسب الانتخابات فدي حاجة هتأثر عليها طول حياتها وهتخليها شخص وحش لكن ساعتها بتطلع واحدة من أرض الأشباح وبتقول كلينت أنه ممنوع يبقى هنا علشان ما يحصلش لغبطة في الأزمنة لكنه بيجري منها وبينطف الفتحة اللي هي طلعت منها وبيدخل لأرض الأشباح وساعتها كلهم بيفضلوا يجروا وراه علشان يمسكوه لحد ما بيوصل لقوضة وبيلاقي فيها شبح الحاضر وبيشوف صور ليه والكامبر ليه والشركة وكل حاجة وبيقول لشبح الحاضر أنت تعرف كل حاجة عني تقريبا وأنا معرفش أي حاجة عنك لحد دلوقتي علشان كده بيقرر شبح الحاضر أنه ياخده في رحلة للماضي بتاعه هو وبيرجع بالزمن 200 سنة وبيعرف أن اسمه لما كان عايش سكروج وده اسم البطل في رواية أغنية الكريسمس بتاعة تشارلز ديكنز وبيستغرب كلامتي أن الرواية دي طلعت حقيقية وبيشوف ساعتها سكروج وهو بيشتم في كل الناس فبيقول عليه أنه شخص واقح في كل حاجة غير الحالة اللي بقى عليها دلوقتي فبيعرفه شبح الحاضر أنه اختاره هو بالذات علشان لقاه مؤمن أنه مفيش بني آدم بيتغير ولما ركز معاه لقى بيفكره بنفسه زمان لما كان لسه إنسان قبل ما يتحول لشبح الحاضر وبيفضله يتمشه في الزمن ده وبيدخله البار مع بعض لحد ما بيظهر جيكوب وبيكون متدايق من أن كلينت موجود في الزمن مش بتاعه وده كده ما ينفعش في الخطوط الزمنية وبيحمل شبح الحاضر المسئولية دي بعدها بيبعد كلينت على سريره علشان ينام ويخرجه من الزمن ده وبيقول لشبح الحاضر إنه لازم يلتزم بالنص اللي محطوط ليه وما يبوصش كل الشغل اللي عالم كامل شغال عليه بعدها بيفوق كلينت من النوم وبيلاقي فيه حفلة في البيت عنده وبيسمع صوت جاي من قوضة ولما بيتحرك على هناك بيلاقي شبح الحاضر قاعد فيها بعدها بياخده وبيروح لبعد زمني تاني وهناك بيرجعوا لنفس الحفلة اللي هم فيها دلوقتي بس على هيئة أشباح يعني محدش يقدر يشوفهم ولا يسمعهم معادة كيمبرلي هي الوحيدة اللي بتشوف شبح الحاضر ومحدش فاهم إش معنى هي بالذات وبيقول له كلينت واضح كده إن انت معجب بيها علشان كده هي الوحيدة اللي بتشوفك وبياخدوا بعد كده شبح الحاضر للمكان اللي فيه رين دلوقتي مع خالها أين وهم بيتزحلقوا على الجليد وهي بتنشروا البوست اللي فيه في ضيحة جوش وبيشوفوا إن البوست ده انتشر وعمل ضجة كبيرة جدا وبعدها بيروحوا مع بعضا على المكان اللي فيه جوش وبيشوف رد فعله لما شاف الفيديو بتاعه منتشر وهو بيعيط وبيخرج من المكان بسرعة وساعتها شبح الحاضر بيقول لكلينت إنه مجرد طفل لما نشر الفيديو ده ولو هو إنسان كويس كان المفروض يتكلم معاه ويعلمه بدل ما يعمل فيه كده لكن كلينت شايف إن ده عادي والمفروض إن أي حد يترشح للانتخابات يبقى عارف إن الماضي بتاعه ممكن يطرده وما بيحسش بأي زنب ناحية الطفل خالص بعدها بيروحوا مع بعض تاني لآخر محطة وهو اليوم اللي أخت كلينت كانت في المستشفى لكن المرة دي كلينت بيقف يتفرج عليها وبيشوفها لما كانت بتوصي على بنتها قبل ما تموت وهو هرب وقال لها إنه مش بتاعي الحاجات دي وهينادي على قاين علشان هو اللي هياخد باله من البنت أحسن منه وساعتها بيقوله شبح الحاضر بالرغم من إنك غير مسئول ومرضتش تاخد بالك من بنت أختك إلا إنه فخور بيك إنك قدرت تواجه اليوم اللي بتخاف منه المرازي بكل شجاعة ودلوقتي جه الوقت اللي أمشي فيه وقبل ما يمشي بيفضل كلينت يتهمه إنه جبان ولسه مش عارف هو بني آدم ولا شبح لحد ما بيظهر جيكوب علشان ياخد شبح الحاضر ويمشي وساعتها بيفضل كلينت يتهم شبح الحاضر إنه جبان والمفروض يتقاعد ويعيش اللي باقي من عمره ويموت زي البشر فبيقرر شبح الحاضر إنه يعمل كده ولما بييجي جيكوب يبعت كلينت ينام زي المرة اللي فاتت بيمسك في إيده شبح الحاضر علشان يمنع العملية دي إنها تحصل وبيقول لجيكوب إنه خد قراره بالتقاعد خلاص وفعلاً تاني يوم الصبح بيقوم كلينت من النوم وبيلاقي شبح الحاضر جنبه وبيكون فرحان إنه أخيراً رجع بني آدم تاني وهيعيش على كوكب الأرض في التطور اللي حصل ده وبياخد شبح الحاضر بدلة من عند كلينت وبيحضره مع بعض الحفلة وكلينت بيتكلم معاه إنه لازم يبقى شجاع وزي معلمه يواجه الخوف بتاعه دلوقتي الدور عليه إنه هو اللي يروح يتكلم مع كامبرلي ويعترف ليها إنه بيحبها وفعلاً بيعمل كده وبيروح يتكلم معاها وبيقول لها إنه بيحبها وهي كمان بتقوله إنها معجبة بيه ومن الناحية التانية بنشوف كلينت لما جاله الشبح الأخير وهو شبح المستقبل وبياخده علشان يوريله بنته أخته رين بعد ما نجحت في الانتخابات وبقت هي الرئيسة على المدرسة لكن بينتشر خبر بين كل الطلاب إن جوش انتحر بعد ما اتفضح وهو طفل والفيديو بتاعه انتشر في كل حتة ووقتها معرفش يتخطى المشكلة دي وانتحر وساعتها بيخاف كلينت وبيفضل يجري ويفتح أبواب وبيشوف نفسه لما عجز وبيشوف القبر بتاعه وبيكون خايف وعمال يجري ومش عارف يروح فين لحد ما بييجي شبح المستقبل وبيشيله وبيرميه من مكان عالي لكنه لما بينزل بيلاقي نفسه على الكنبة اللي في بيته وساعتها بيقرر انه ياخد شبح الحاضر معاه وبيقوله اننا لازم نرجع الماضي وانغير حاجة هتعمل تأثير كبير وفعلا بيرجعه مع بعض وبيشوف اليوم اللي كانت رين بتنشر فيه البوست ولما بيجري علشان يمنعها بيتزحلق لانه كان على جليد ولما بيجي يقوم بيتفاجئ بكامبرلي وهي بتسلم على شبح الحاضر وبيقولها انها هتأخرهم على حاجة مهمة جدا وهي بتقوله انها عملت اللي عليها وبعتت الفيديو رين زي ما هو طلب فبيقولها انه جاي علشان يمنع اصلا الفيديو ده لكن المفاجأة ان رين بتروح لكلانت وبتعتذر ليه وبتقوله انها مش عايزة تنشر الفيديو ده لانها مش هتكسب الانتخابات على حساب فضيحة لزميلها خصوصا انه متفوق في الدراسة ومحبوب وكلانت بيحضن رين وبيقولها انه كان واثق من قلبها الابيض زي ما متها بالزبط وبيحضن كامبرلي هي كمان وبيقولها انه مبسوط انه انقذ الطفل ده وساعتها شبح الحاضر بيقوله ان اللي عمله ده اكبر دليل على انه تغير بجد والمفروض بقى دلوقتي يظهر كل الاشباح يرقصه ويغنه ونخلص منها سعيدة بقى لكن ازاي مفيش حاجة حصلت لحد دلوقتي فبيقوله كلانت انا متغيرتش ولا حاجة انا بس حسيت حاجة لحظية كده والاسبوع الجاي هرجع اشتغل تاني وهفضح الناس تاني عادي جدا لكن شبح الحاضر بيكون مصمم انه تغير وانه بقى شخص مختلف وما بقاش يفكر في نفسه بس ولما ما بيلاقيش اي رد فعلى من كلانت كده بيسيبه ويخرج وعلى طول بيجري وراه كلانت عشان يرجعه وبيتكلم معاه انه هما بقوا اصدقاء دلوقتي وهيفرق معاه انه يفضل موجود في حياته وانه ساعده في حاجات كتير وشبح الحاضر بيعدي الطريق وبيجي اوتوبيس كان هيخبط فيه فبيجري كلانت وبيزوق شبح الحاضر وبيقف هو في وش الاوتوبيس وقبل ما يخبط فيه بثواني بتظهر كل الاشباح وبيقولوا لكلانت انه كده نجح في التغيير وانه فعلا بقى شخص مختلف وبيرقصوا وبيغنوا وكل حاجة بقى التمام لكن المشكلة انه مرة واحدة بيشوف كلانت نفسه والاوتوبيس بيخبطوا وبيطيروا لبعيد فبيقول لي جيكوب هو ايه اللي بيحصل ده معلش مش انت قلت اني تغيرت فبيقول له جيكوب ان التضحية لازم تبقى كاملة علشان تحس بيها وانت لو فضلت عايش مش هتبقى تغيرت لانك هتبقى فعليا مضحيتش بأي حاجة وبيفتح له بوابة وبيوري له كاري اخته وهي بتنادي عليه وبتقوله انها مستنياة علشان يمشوا مع بعض وكلانت بيقول لي جيكوب انه عنده اقتراح حلو هيرضي كل الاطراف وبنشوف بعد كده ان شبح الحاضر طالع على المعاش وبقى كلانته هو شبح الحاضر الجديد وبقى مدير في ارض الاشباح ومعاه فريق وبيعمل نفس الشغل اللي كان بيتعامل قبل كده وبيساعد الناس انها تتغير وبيكون فيه ملف صعب عليه شوية فبيرجع على الارض علشان ياخد رأي شبح الحاضر اللي قابله وبيلاقيه تجوز كامبرلي وخلف وعايش حياته مبسوط وهم الاتنين دلوقتي بقى كل واحد لي حياته وبكده بيكون خلص فيلم النهارده لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي